تقديري اذا تقديري او في رؤيتي شفتوا تبون جابوه طبعا جابوه اساسا وسارعوا الى الاتيان به وبعدها بالتأكيد وقع اتفاق انا كنت قلت قبل انا نتمنى على المساعدة انيبعت لي المقطع اللي كنت قلت فيه ان التبون سيعود غدا او بعد غد وبعد غد بالفعل عاد وقلت ان العودة انتاو ستكون بعد ان يكون هناك اتفاق او ضمانات قدموها كبار الجنرالات الى الفرنسيين لان تبون الان محمي اساسا من طرف الفرنسيين ماكرون قالها بصرح العبارة قالها بصرح العبارة قال تبون صديقه وشجاع وسيكمل المرحلة الانتقالية كما سماها هو الى اخره ثم الجنرالات كانوا ايضا حساس جدا لانه وصلنا الى 31 ديسمبر ورجع قبل ثلاثيام كما شفته لكن كانوا وصلوا الى 31 ديسمبر وما فيش قانون مالية وصلوا الى نهاية العام ما فيش قانون مالية فعلى الارجح ارجع ولما ارجع وقع على قانون مالية ثم وقع على ما يسمى الدستور قانون مالية مفهوم انه وقع عليه لكن الدستور كانوا بعض الناس اصحاب النيات الطيبة قالوا ممكن جدا ان تبون لمكانش موجود كان عند الالمان يوم ما سمي بالاستفتاء في اول نوفمبر في السوري وانه لاحظ ان النسبة الرسمية هي 23% اي ان 76% من الجزائرين من تخبوش فاصل 76% فاصل وهو يعرف ان في الحقيقة اللي انتخبه موش 23% اقل بكثير عارف النسبة الحقيقية الدور في حدث 8-9% وربما تكون فرصة له وللنظام ككل ان ما يوقعش على الدستور يقول ان الرئيس في نهاية المطاف استشار ما يسمى مجلد دستوري وان المجلد دستوري قال له بان نسبة مرور الدستور هذه ضعيفة جدا وبالتالي هذا الدستور حتى لو خدمتوا به راحين دايما مش فقط عندنا رئيس غير شرعي يولي حتى هذا الدستور غير شرعي عندوش شعبية قل من 23% اللي قالوا انه مرحوا داروا الاستفتاء احنا عرفوا كثير منهم قالوا لا اربوان اغلبية حتى حسب مصادر كثيرة وكثير حطوا ورقة بيضاية فكانوا بعض الناس صحبت نيات الحسنة او الطيبة يقول لك بالك تبون مش هح يوقع وفي هذه ما همش فاهمين طبيعة النظام العسكري النظام العسكري هذا خاصة لما بعفك ما راه الان هو اولا هو منقطع المجتمع ومنقطع عما يريده الشعب وتفكيره هو تفكير انا ربكم الاعلى انا اللي نقرر في هذه البلاد مكشوش انتوما ثم مع الضعف انتاء اللي راه موجود فيه اصبحت القوى الخارجية تضغط عليه اكثر وشفنا انهم دخلوا للدستور قضية ارسال الجيش الى الخارج لم يكن امام تبون ولا امام الجنيرالات اي خيار حتى لو كان كانت النسبة 5% او 1% الا انهم يمروا هالدستور لانه مطلب فرنسي امريكي اساسا بمقتضاه سيبدأ ارسال الجيش الجزائري الى الخارج خاصة الى افريقيا ولكن ربما ايضا الى دول عربية مثل ليبيا وما وراء ليبيا لانهار اللي يبدأ يرسال الجيش الخارج من بعد خلاص الجيش هذا يعود يحولوه الى ميليشيات مرتزقة يبعثوه وين يطلب منهم السادة من وراء البحر وبالتالي تبون مش قادر يتراجع الدستور وهو يعرف انه لا قيمة له لكن بكل تأكيد انهم ماشيين الان بدستور ضعيف جدا دستور بوتفليقة هذا حتى اليوم لان هذا الدستور يصبح يدخل حيث تنفيذ بعد ما يصدر في الجهاز الرسمي اربما يصدر غدوة دستورهم الجديد هذا دستور الاستعمار دستور بوتفليقة كل ما تشاء كل فيه ما تشاء وفيه كثير من المصائب هو اصلا بوتفليقة غير شرعية لكن في النهاية ما استراش عليه انتخاب والشعب رفضه مروا عبر البرلمان تاحهم البرلمان الفساد والإفساد ومر لكن هذا مررتوه عن طريق الشعب بش بش تسترجعوا الشعبية لناقص الرئيس أو اللي ما عندش رئيس بوتبون كما تسموه انتم فإذا بكم أصبحتم بلا شرعية رئيس ولا شرعية دستور لأن الشعب رفضه